أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنا بالله صدقا ربنا عز وجل وصدق القرآن وصدق رسول الإسلام جاء عربي إلى مسجد رسول الله وسأل النبي ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي فنزل الوحي عليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أنت لو كنت تمشي في الطريق فسمعت ضوغاء وارتفاع الأصوات فلا بد أن أول ما يخطر في بالك أن هناك نزاعا وصراعا ومعركة ما بين بعض الأطراف وإلا لا داعي لرفع الأصوات أو أن حادثة مؤلمة قد وقعت وأولئي ينوحون على بعض القتلى والجرحة ولكن لو ذهبت إلى غرفة فرأيت أن الجالسين فيها كأن على رؤوسهم الطير سكوت مستمعون فتعرف أن في المجلس عظيما يحترمه الحاضرون هذا يعني أن الذي يتأدب بآداب الله والذي يكون في حضور عظيم عادة ما لا يرفع صوته إنما يغض الصوت لا يتكلم بصوت عالي نحن مكلفون بأن نحترم جميع الناس ليس بمعنى فقط أن نصافعهم أن نعانقهم إنما أيضا أن نستمع إليهم أن نسكت إذا تكلموا وأن نخفض أصواتنا في حضور الآخرين هذه واحدة من الآداب التي هي جزء من الإيمان جزء من الإيمان صور إذا كانت النظافة فيما يرتبط باليدين والواجه وما يظهر من الإنسان جزء من الإيمان النظافة من الإيمان فكيف بنظافة اللسان وأدب الخطاب هذا أيضا جزء من الإيمان ولذلك ربنا في الآية التي سبقت هذه الآية المباركة يخاطب المؤمنين ويقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت منه ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحمط أعمالكم لترفع صوتك حتى لو كنت تناقشه أحدا والحق معك وكلامك منطقي ومعقول فإنه يكون أبلغ إذا لم ترفع صوتك عليه لأنه ينسى المحتوى وينشغل بالإطار ينشغل ورفع الصوت أصلا حتى لو ما يعترض عليك في داخل يقوله شبي لماذا يرفع صوتك هناك واحد كاتب كتاب لولده يعلمه فنون الخطابة من جملة كان نخليه لفرد خطاب كامل بعدين بلحاش يا كاتب هنا ارفع صوتك لأن حجتك ضعيفا اللي حجته ضعيفة هو اللي يرفع صوتك أما اللي حجته تقوية ما يحتاج إلى رفع الصوت ارفع صوتك فإن حجتك ضعيفة مكلفون بالالتزام بأدب الخطاب حسب المقام يعني لو كنت في حضور رئيس دولة زعيم أمة عالم كبير فلا بد أن يكون صوتك همسة وهكذا حسب بعض الأحاديث أن بعض صحابة النبي بعد نزول الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم هذا كان يتكلموا يا النبي حتى أن النبي كان يستفهمه يقول شو اللي تقول ماذا أسمعك وضح شوية رفع صوتك طبعا النبي من جهة أخرى سبحان الله كم كان رحيما بأمته ربنا هدد أولئك الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي بأن يحبط أعمالهم يعني مثل المزرعة كما في المثال واحد يجي يحرقها الله يقول أحرق كل أعمالكم أحبط كل أعمالكم فالنبي إذا واحد مو متعمد كان يرفع صوت عليه النبي كان يجاوب بصوت أرفع منه حتى لا يحبط الله عمل ذلك الصحابي مثلا يقال أن رجل جاء صوته كان جهوري بعض الناس حنجرتهم حنجرة قوية شايفة ذول الأفريقيين يوم من اللي يتكلمون الله مطيهم في الموهبة أن أصواتهم فرد أصوات عميقة جهورية في بعض الناس لا صوته ضعيف بعض الرجال أصواتهم أصوات النساء مثلا الرجل لازم يكون صوت جهوري بمقدار معين بعضهم عنده موهبة أن صوته أكثر جهورية من الآخرين يجي واحد فرفع صوته من وراء الجدار ونادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع النبي صوته أكثر منه حتى لا يحدط عمل ذلك الرجل على كل حال نبي الرحل زين زين نحن فيما يرتبط بسنن الله عز وجل وهي كثيرة بالطبع عندنا سنتين مهمتين سنة الثواب والعقاب وسنة الامتحان لا يخلو أحد من الامتحان أنت في كل لحظة في حالة امتحان إذا عندك خير أنت في حالة امتحان إذا أنت في شر أنت في حالة امتحان إذا غني أنت في حالة امتحان إذا فقير أنت في حالة امتحان إذا أنت الزوج الله ده يمتحنك بزوجتك إذا زوجه رب العالمين ده يمتحنها بزوجه وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة يعني امتحان حتى العدو بالنسبة إلك امتحان وأنت بالنسبة إلي امتحان الإمام الحسين كان امتحان لمن عاصره والذين عاصروا من أعدائه كانوا امتحان للإمام الحسين إنا أهل بيت ابتلان الله بكم يعني امتحننا وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا بلاء حسنا أنت دائما في حالة امتحان يزيل إذا أنت وحدك قاعدة هناك ولا تستمع على خطاب أيضا في حالة امتحان طبعا طبعا في حالة امتحان شو للنيات والخواطر اللي إذا تمر في ذهنك تدري الإنسان في حالة يقضر ألوف الخواطر تخطر في بالك من أول ما تفتح عينك إلى أن تغلقها الثاني إذا شفت فرد واحد بالطريق يجي في بالك تعرفه متعرفه طويل عريق إذا تعرفه تعرفه تحاول الفايلات اللي عندك مخزنة في دماغك هذه تفتحها وتتذكر الحوادث اللي مرت الكلام اللي قاله إذا عدو إذا صديق إذا تحبه إذا تفغل ما كن فرق دائماً تتمر عليك خواطر بس هذه الخواطر بعضها جميلة وبعضها غير جميلة على كل حال أنت ممتحاً وأنت جالس بماذا تفكر الآن؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هل أنت ذا تستمع؟ واللي مخفت مكان ثاني تتفكر بشنو؟ مثل ذاك اللي سمع أنه من صلى ركعتي صلاة بإخلاص بشروط الصلاة أوجب الله له الجنة قال أروح فرد مكان وعدي مسجد من المساجد وأصلي ركعتي أم صلاة متوجهاً إلى ربي حتى يوجب الله لي أم جنة وقف بالصلاة راح من جملة قال لطالع الجدران شاب هذا المسجد حلو بس ما بي منارة قال لازم نبني منارة وده يقرى الصلاة ده يقرى صورة الحمد يفكر في المنارة من وين أطلع الفلوس أجمع تبرعات أي مهندس أروح أليه العمال من وين أجيبه مش قد هذا يكلف يوم اللي يكمل صلاة يكمل المنارة كل فكرة كان بالمنارة لسه هذا همزين لذي يفكر في منارة المسجد بعض الناس لذي يفكر في أشياء أخرى على كل حال الإنسان دائماً في حالة امتحان ولا أريد الدخول في التفاصيل لكن بالإضافة إلى سنة الامتحان والتي هي من السنن الكبرى ومن جملة أسباب خلقنا في هذا العالم قبل نقلنا إلى بيتنا النهائي في عالم الآخرة هو الامتحان وإلا رب العالمين أهل الجنة يوديهم للجنة وأهل النار يوديهم للنار لكن أتى بنا إلى هذا العالم سبعين سنة، ثمانين سنة، مئت سنة أقل أكثر للامتحان فأنت دائماً ممتحن وأنت دائماً في حالة فتنة وبناءً على نجاحك في الامتحان أو فشلك في الامتحان أكو سنة إلهية ثانية سنة الثواب والعقاب شوف النبي حينما أرسل إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله مبشرين ومنذرين الأنبياء قناة جاءوا عدهم شيئين يبشرون المؤمنين وينذرون غيرهم الله هم عنده ثواب هم عنده عقاب هناك بعض الدول بعض الحكومات عقاب عدهم ثواب ما عدهم إذا أنت في السياقة ما مشيت على القانون دعمت حائط دعمت أحد دعمت سيارة يعاقبوك لكن إذا أنت عشر سنوات ما دعمت أحد أحد يعطيك جائزة ما يعطيك جائزة إذا ما كنت مؤدب في مجلس الناس يعاقبوك لكن إذا كنت مؤدب هم يشجعوك على أدبك في العادة لا لكن رب العالمين سنته تختلف كلمة طيبة تقولها ربنا يجازيك ثوابا كلمة سيئة يجازيك عقابا يعني قضية الثواب وقضية العقاب متساويتان عند رب العزة والجلال الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا يحبط أعمالهم أما الذين يغضون أصواتهم شوف الله شي يقول عنهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى طبعا الله يمتحن ينجح فرب العالمين يجازيه يعني القرآن في بعض الآيات موجز يتكلم امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني امتحن الله قلوبهم فنجحوا في مجال التقوى الله أعطاهم أجر لهم مغفرة وأجر أظيم ذاك يعبط عمله هنا يعطي أجر أظيم حينما تكون في حضور شخص خلق الله الكون من أجله وهو محور هذا الوجود لو لاك لما خلقت الأفلاك بمقدار ما تكون مؤندا بمقدار ما رب العالمين يعطيك جزاء كبير لسه واحد يجي ناقشك يعني أجر عظيم على أنه نزل صوته بس على هذه نذكر مرة أنا تكلمت في خطاب عن ثواب من أذب اللي يرفع صوته بالأذان ويعلم أوقات الصلاة رب العالمين يعطيها في الجنة قاصرة بمقدار ما صوته يوصل الآن اللي هم أكو سماعات شوية وضعهم أحسن باعتبار صوتهم يوصل أكثر فالقصر والبلة مالتهم بالجنة أكبر وبعض الروايات الأخرى واحد اتصل بي بعد المحاضرة رحت للبيت قال فلان كان خاضر هذا كان من الحداثيين هكو بعض الناس يريد يبين نفسهم اتنور روايفتهم ومو كل شي قبله فكان داي الخطاب السيد كان جميل بس شنو هالإسرائيليات شنو الإسرائيليات شنو يقول إذا واحد يؤذم رب العالمين هل قد يعطيه ثواب قلت لأولا الحمد لله يا رب العالمين الثواب ما خلاه بيد البشر الثواب بيده هو ويعطيه بمقدار فضلة لطفة كرمة مثل ما رب العالمين لو كان الأموال ما أعطيها للناس لا ما أعطوه لأحد خشية الإنفاع أعصى ما كان يطول لأحد مثل ما المليونيرية لأما يطول لأحد أمواله قلت لأولا نقول لرب العالمين بمقدار كرمة لطفة جودة يعطي وثانيا هذه روايات وصلت إلينا من النبي وأهل بيت رسول الله يعني إذا تكذب الرواية معناها تكذب النبي تكذب النبي تكذب الوحي ومن ثم تكذب رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبير نعم رب العالمين قد يحبط عمل شخص لمعصية ولن كانت صغيرة إذا كان متجرئا عليها يعني واحد أشرين سنة ثلاثين سنة صلى صام حاج أنفاق عمل خيرات بمجرد خيرات خطيئة رب العالمين يحبط عمل لأي مثال واضح بسيط شخص ما كان يخدم إنسان محترم ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة كان يخدمه بمختلف أنواع الخدمة بعد خمسين سنة ذبح ولده ذبح ولده يقول يا ليلة ما كنت متعرف عليك ولا أنت خدمتني هذه المدة نحن عندنا حبط ما بين البشر عندنا حبط الأعمال فكيف بالنسبة إلى رب العالمين يتجرع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورب العالمين ينهاه عن رفع الصوت ومع ذلك يعاند ويرفع صوته فوق صوت النبي زي بالعكس أيضا إذا التزم الإنسان بالأدم احتراما لرسول الله باعتباره نبيا باعتباره مرسلا من قبل الله عز وجل إلى البشرية هذا احترام لله احترامك للنبي هو احترام لله مثل احترامك للقرآن حينما تجد القرآن تقبله تضعه على رأسك لأنك تحترم كلام الله لأنك تحترم الله كما قلنا ربنا هو القدوس فما يرتبط به مقدس أي شيء يرتبط به أي شيء هو يعينه بعدين قلت له يعني رب العالمين لازم يأخذ من عندك من أمثالك إذن إذا رات يعطي سوا حتى أنت تعطي هذا الإذن أو ما تعطي كان أحد مراجعنا رحمة الله عليه يقال حينما يأتيه أحد ويطلب منه حاجة كان ذاك المرجع يقول له إيش قد تتوقع أعطيك مرحومة سيد المرجع لها كذا كان يسأل جاي قال يقول إيش قد تتوقع يقول 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 اليوم اللي عنده يقول أعطي بعدين اكتشفوا أن الإنسان إذا عين مبلغ هو الخسران واحد من ذول الأذكياء اكتشف المسألة راح عنده السيد طولا من عنده حاجة قال إيش قد تتوقع أعطي قال بمقدار كرمك يقول السيد أعطاه بمقدار ما أغنى يعني بعد ما أحتاج الأمان بمقدار كرمك هذا كرم رب العالمين لا يقارم أكرم الأكرمين أنت تجيب كل الأكرمين على مر التاريخ ربنا أكرم يما لا يقاس شوف علامات كرم رب العالمين الآن المشارية تحتاج إلى مقدار من المي لكن يوم من المطر ينزل ينزل من مقدار السيون حينما يخلق البحار يخلق بمقدار 72% من الكرة الأرضية بحار ومياه الله يعطي بنا حساب هذه الشمس المشرقة تشرق على جميع الناس على برهم وفاجرهم على من يؤمن به ومن لا يؤمن به هذا معنى الكرم هذا معنى الجود كرم كرم أن تعطي حينما تسأل الجود أن تعطي بدون السؤال أنت تبادر في العطاء رب العالمين أم كريم؟ بناء على الطلب يعطيه؟ ورب العالمين أيضاً جواد يا جواده يا كريم الشاهد إذن سنتان مهمتان من سنن الله سنة الامتحان وسنة الثواب والعقاب بناء على الامتحان الله ما يعطي بناء على علم هذه نقطة جداً مهمة يلتفتوا إليها الله يعرف أنت راح تصلي يدري لكن ما يعطيك الثواب بناء على علم بناء على صلاتك إذا صليت أعطاك كما أنك تعرف جائد لك عامل في البيت يشتغل تدري راح يشتغل بس تعطي مبلغ من المال قبل ما يشتغل لا يوم اللي يشتغل تعرف هذا الخياط طب قولت أحد الخطباء يقول أعرف هذا الخياط راح يخيط ثوبي بس ما تعطي مبلغ من المال إلا صل فإذا طلب من عندك وإلا يوم اللي يخيط الثوب تعطيه مو بناء على علمك بناء على عمله الله يعرف أن هؤلاء العباد مطيعون وأولاء غير مطيعين دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة إلى مسجده وبيده ورقتان قال هؤلاء أهل الجنة وأولاء أهل الجنة النبي يدري اللهم يدري يعني أنا يوم اللي أصلي حتى الله يعرف لأنه ما يعرف الله يعرف الله يعلم قبل وقوع الحيام يعني عالم إذ لا معلوم ما يمكن مقارنة رب العالمين بأنفسنا فيما يرتبط بصفاتنا البشرية العاجزة ضعيفة عالم إذ لا معلوم لكن الثواب يأتي بناء على عمل العبد الله يمتحنك ويعرف مسبقاً هل ستنجح أو ستفشل إذا نجحت أعطاك وإذا فشلت أعطاك والامتحن نوعين امتحن يرتبط بالروح وامتحن يرتبط بالعمل يعني امتحن معنوي وامتحن ماد الله يمتحنك فيما يرتبط بالحسد بالبغضاء بالأشياء اللي هي كبر مثلاً قد يكون إنسان أعماله جيدة صحيحة لكن في قلبه متكبر يريد الناس يعظموه يريد الناس يمدعوه بما لم يفعلوا هذه من صفات غير الصالحين ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعجبه يقولون هذا مؤلف ذاك الكتاب فإذا قالوا أنه هو المؤلف ما يقول لا ترى أنه هو المؤلف لا يعجبه كيف إذا أن الناس مدعوه بما لم يفعله هذه من صفات غير الصالحين زين عند في قلب كبر لا يدخل الجنة من في قلبه ذر صارة من كبر صليت صمت يقول لك إبليس أيضاً خمسين ألف سنة عبد ربه لكن يبتكبر واحد الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي أدخلطه النار ولا أضعه ما لازم يكون عندك هذه معسى كبيرة قال واحد كان رايح إلى مستشفى الأمراض مجاني فشافد واحد ولاد يجي شار حتوياً تكلموا إياه قال ليس جاي بيجيناه قال كل سبب وقت أنا اتخرج من الجامعة أنا خبير في فلان شان أنا في قضية كذا كذا كان في عهد الملكيين في العراق فكعدوا إياه في المدة يناقش يتكلم عاقل ليش جاي بي دار المجانيين راح أتكلم مع المسؤول قال على شنو جاي بيه قال هذا الرجال يشوف نفسه ملك في هالبلاد ولذلك هذا اسمه مثلاً مثلاً اسمه ناصر قل له ناصر شوف إجابك يا ولا أجل قال له ناصر هذا تقدم إليه وضربه كف قال لنا صاحب الجلالة الملك ناصر هذا تذبوه في مستشفى أمراض العصبية في دار المجانيين ترى نصبه اللي تشوفهم بالشوارع من هالنوعها كل نفس أضمرت ما أظهر فرعون فرعون قال أنا ربكم الأعلى بس كل واحد بقلبه يقول أنا ربكم الأعلى لذلك إذا شوية بسيارتك أنت تتقدم على سيارته مستعد ينزل ويضربك بالحديد والب شي سوي ليه تشوف نفسك بيه إذا دخل في مجلس أنت ما احترمته ياخذ بخاطرة ليش ما احترمني فلا هذا امتحان القلب هذه امتحانات مثل ما في الروايات عندنا أول ما عصي الله الكلمة ثم عصيه بالحسن ثم عصيه بالطمع شنو اللي طلع إبليس من ملكوت السماء وتكبره خلقتني من نار وخلقته من طيم زين الله خالقك نار طيم هو يمش نتيجة الله خلقك ما كنت فكوّنك اسمح كلام رب العالمين لا أنا أصلي هذه العنصرية اللي لا تزال البشرية تعاني منها بشدة بشدة البشرية تعاني من العنصرية شنو نتعاني من العنصرية الآن أنتوا سمعتوا قضية اللاجئين خلال هذه المدة طبعا خلال أقل من عام ثمانتالاف وسبعمية وخمسة وستين ألف ماتوا غرقا في البحار لأنهم يريدون الوصول إلى الدول الأوروبية زين ليش طالعين من بلادهم بسبب الدول الأوروبية بسبب الحروب التي شنتها الدول الغربية بسبب الأسلحة التي أعطتها هذه الدول للحكومات الفاسدة بسبب وسائل التعذيب بسبب الدكتاتورية هذا السبب فستين الذين يريدون يطلعون يجون يومكم لا ضج في العالم زين كم عددهم حتى الآن وصلوا إلى هناك كم العدد يعني عشرة ملايين مثلا لا 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 افترض عشرة ملايين أنتوا كم عددكم في أوروبا ألمانيا وحدها قريب 80 مليون بريطانيا 80 مليون نفترض خمسة ملايين إجوا هنا خمسة ملايين هنا لا ضج في العالم ليش لأن عنصري هذا العنصر الأبيض أعلى من بقية العناصر أكو دول تقبل اللاجئين لكن تقول إحنا لازم نختار اللاجئين مو كل واحد يجي يعني يميزون بين لاجئ و لاجئ زين اثنان ثم بشعب زين اثنان عباد الله لا ما عنده أرش عنصرية لا لاجئ اللي يردو الروح هناك هذا مجرم أصلا يقولون أخلي اللاجئين معدكم وانتو انتو أغناء البلاد أغناء الدول ناس يجعوا ضحايا سياساتكم جاءوا إليكم أبدا عنصرية هذا امتحان الله هذا امتحان قلبي الكبر امتحان للروح يفشل في هذا الامتحان ونس وينجح الوناس كذلك الحسد مثلا كذلك السوء الظلم إن بعض الظلم مئثن إن شاء الله فالليل يتكلم عن سوء الظلم لأنه مسألة مهمة جدا هذا الامتحان له يعني الامتحان ثم بعد الامتحان يكون الثواب أو يكون الحقاب أكو امتحان لا يرتبط بالجسم بالشهوات الجسمية بالرغبات اللي ترتبط بالجسم بالأكل بالشرب بالملبس بالسيارة بالبيت بالعلاقة مع الجنس الآخر هذه أيضا امتحانات أصل الامتحانات وأهم الامتحانات وأخطر الامتحانات هي امتحانات القلوب لذلك الميزان بالنسبة إلى النجاح التقوى والتقوى مفرج شي عملي التقوى شي في القلب في الروح ينعكس على الأعضاء هذا رجل متقي هو الذي يكون متقياً ولا يبيع تقواه للناس ما يجي يقول أنا متقي كان أحد العلماء أخوه رجل من الصالحين ما كان من العلماء يقولون فرد يوم سأله أنت عادل حتى نصلي وراك هذا هو يفكر يقول عادل كأنه مدح نفسي يقول فاسق ومفاسق يقولون بعد مدة التفكير كان إذا واحد يقول لي فاسق أنا أزعل لطيف جواب حلو ما قال أنا عادل حتى يفتخر ولا قال أنا تفاسق على شنو تقول أنت فاسق لا مفاسق كان إذا يقولولي فاسق أنا أزعل تقوى هو المزان إن الذين يغضون يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم طبعا الامتحان في اللغة الذهب لما يأخذوه ويغضوه للنار حتى الأشياء اللي غير ذهب يفصلوها عن الذهب يعني حتى يطهرون الذهب من الشوائب هذا باللغة العربية يقولون امتحن الذهب ولذلك جاء من الامتحان تتعرض للمشاكل تتعرض للصعوبات الله رب العالمين قد يبتليك به فقد عزيز لا سمح الله يبتليك بالفاقر هذا جزء من الامتحان اللي يريد يطهر قلبك النبي حينما ذهب إلى الطائف رح لاجئ للطائف ذهب لاجئا مرتين النبي راح لجوء المرة الأولى ذهب لجوءا إلى الطائف وما قبله وضربه ورادوا يقتلوه والمرة الثانية ذهب لاجئا للمدينة النبي مرتين ذهب لجوء في لجوء إلى الطائف الطائف ما دل بعض الجماعة رائفين لما رائفين طائف فوق جبال عالية جدا وصل إلى هناك وإذا بالجماعة يتأمرون عليه نزل عليه جبراهيم قال إن الملأة يأتمرون بك ليقتلوك كان جاعد وراء جدار رادوا من فوق الجدار يرمون عليه صخرة ويقتلوه اضطر النبي الآن يرجع وين يرجع؟ يرجع عند الكفار الذين يريدون قتله بسم مصطر فالطريق قاموا يضربوا بالإحجار الأطفال ما لهم أغرورهم لكي يضربوا النبي بالأحجار ويهينوه جلس النبي بعد ما راح شوية بعيد في مكان قريب مزرعة ومد رجليه حتى شوية يود التعب وشوية الدم هذا يتوقف اللي كان ينزف برجليه من جملة كلمات اللي قالها اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أباني ولكن عافيتك خيرا هذا مو غضبان علي مو مشكلة عاتب رب العالمين لا ده يتعرض والأنبياء يظن يتعرضون الامتحان أصعب الامتحان امتحاناته الأنبياء مثل ما كل ما الإنسان يدرس أكثر امتحانه يصير أصعب امتحان الصفة الأول الابتدائي يختلف عن امتحان الجامعة كذلك في مقامات الناس بس النبي جاء ولازم يرجع ومع لهم شي يساوون بقريش مع ذلك شوف الكلام الجميل اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أباني ولكن عافيتك خيرا زين امتحان قلبي أهم شي في هذا الامتحان أن تنجح في تقواك فعلا يكون عندك ميزان بناء على هذا الميزان تتصرف شو هو الميزان رضى الله وغضب الله نحن عندنا ورع عندنا أداء الواجبات عندنا التقوى الورع عن محارم الله اللي في شهر رمضان من أفضل قربات والزنفة إلى الله عز وجل الورع عن محارم الله شوف شنو عندك محرمات تسويها خلال السنة فاتركها في هذا الشهر لأنه الورع عن محارم الله وأداء الواجبات يغفر لعبده ثم يعطيه من الأجر ما يعطيه ويعطيه أجر عظيم كثيراً ما القرآن يتحدث عن أجر الله بصفة عظيم بصفة كبير يعني ما يخطر في بالك هذا معنى العظيم هذا الله عظيم عنده مو عظيم عندك أي شي يخطر في بالك هو أكبر من عند رب العالمين يعطيه لهم منفرة وأجر عظيم بالدنيا أيضاً في نتائج من يكون في الدنيا مؤدب في كلامه يراعي قواعد الأدب والاحترام مع الناس هذا في الدنيا يحصل له أشياء كذيرة شوف يوم اللي التقى الإمام الحسين بالحر الحر من يزيد الرياحي جايب لألف واحد وأصحاب الإمام الحسين عددهم كان قليلاً الحر وراه جيوش لا تجي والجيوش كانت ممتدة من كرملاء إلى الكوفة يعني اللوجستيك ما لكان تمام زين حينما قال له الإمام الحسين سكلتك أمك استخدم الأدب في الخطاب مع الإمام الحسين قال لو أن غيرك من العرب ذكر أمي لما عدوت أن أذكر أمه لكان كيف لي؟ وأمك سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء يوم اللي استخدم الأدب طب العالمين هم جره وجابه إلى أنت وصار من شهدائك ربلا الآن هم تروح يمت قل الله السلام عليك يا قر ابني زيد الرياحي أن تلفر كما سمتك أمك وإلا كان لازم للعلم لأن أول واحد يقف في وجه الإمام الحسين هذا الأدب ما لي الله جازاه في الدنيا أنه قطع المسافة بين الفرش والعرش في ساعة في ساعة قطع هذه المسافة زين أكو واحد ثاني في كربلا بلا أدب وهو عمر بن السعد التقى به الإمام الحسين نصحه قال له تعالوا قال له تعالوا إيانا ترى أنت تعرف الحق وين والباطل وين الخير وين والشرق والشر وين الجنة وين والنار وين قال عندي بيت عندي مزرعة كل ما الإمام الحسين نحل مشكلة وعده بأن يعوضت ما قبل تاليه شون كلام اللي قال لك الإمام قال أنا أدعو أنه لا تشبع من برد قال في الشعير كفاية نروح كل الشعير في نارزان مليارات السنوة لو كان شوية مستخدم أدب لأن الله عند طريقة التعامل مع الناس سواء المؤمنين أو العصات من تقدم إليه شبرا تقدمت إليه ذراعا ومن تقدم إليه ذراعا تقدمت إليه باعا نعم قد يكون بدافع التقوى ورض الله والابتعاد عن غضبه لا تقول كلمة لأنها تؤذي أحدا أو تحترم أحدا رب العالمين يعطيك من الدنيا ما يعطيك ويعطيك في الآخرة ما يعطيك إن الذين يضرون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آملنا بالله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين